قضية مستمرة في الأردن هذه المرة تظاهرات على الأرض وأخرى افتراضية على مواقع التواصل تطالب بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة إذا تزوج من ضحيته حيث اعتبرها ناشطون وحقوقيون أنها تشرع الاغتصاب وتساهم في تزويج الفتيات قصريا هاشتاج إلغاء 308 وصل في الساعات الماضية إلى قائمة الأعلى تداولا في الأردن على تويتر وهناك طالب كثيرون مجلس الأمة الأردني بإلغاء هذه المادة تصويت حلقة اليوم يتعلق بهذا القانون والحملات الحقوقية لإلغاء هذه المادة من القانون التي تتيح للمغتصب الزواج من ضحيته فمن خلال السؤال الذي نشرنا على حساب البرنامج أردنا معرفة آراءكم حول إسقاط عقوبة المغتصب إذا تزوج ضحيته وأعطيناكم ثلاثة خيارات الخيار الأول أن هذا حل منطقي أما الخيار الثاني فأن هذه العقوبة هي جناية في حق الضحية أما الخيار الثالث فإنه يشجع على الجريمة وندعوكم للمشاركة في التصويت عبر حساب البرنامج في تويتر الظاهر الآن على الشاشة ولتفاصيل أكثر عن هذه المادة والحملات الكثيرة التي تطالب بإلغاءها تنضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحامية المتخصصة في الجنايات لين الخياط أهلا فيك معنا يا لين يعني في كثير مطالبات هذه ليست المرة الأولى ولا المرة الأولى التي يظاهر فيها الناس على هذا القانون لماذا إلى الآن ما في أي حلول إلا هذا القانون؟ شكرا إليك الحقيقة أن معالجة مسألة المادة 308 هي مسألة تم الحديث عنها منذ سنين ولكن كان دائما هناك قصور في تقديم منظومة تشريعية كاملة لها علاقة بمعالجة هذه المادة والأثار الجانبية لها مبدئيا فكرة تزويج المغتصبة من مغتصبها هي فكرة للأمانة ليس تراعي المنطق الاجتماع الجمعي الذي يعمل عليه الناشطون في هذه المادة ولكنها تخالف بشكل كبير أعتقد ما يطبق على أرض المحاكم الأردنية وعلى أرض الواقع أو في مجال التشريع للأمانة هذه المادة لا تتحدث عن الأشخاص المغتصبين بالعنف هي تشمل مجموعة من الأفعال التي اعتبرها المشرع الأردني مجرمة إلى أن يتم صدور قرار المحاكم بواقع التطبيق العملي في المحاكم الأردنية يشير إلى أن عدد استعمال هذه الحالات أو نسبة استخدام هذه الحالات في المحاكم الأردنية كان 4% المشكلة في إلغاء المادة أو تعديلها كما هو الآن مطروح أو إبقاها كما هي هي منظومة التشريعات المتكاملة التي يجب أن يتم معالجتها قبل العمل على إلغاء أي نص تشريعي أو قبل العمل على تعديله في الأردن خلال السنوات الماضية تم رفع سن الحماية القانونية للفتيات إلى الثامنة عشرة بعد أن كانت السادسة عشرة وهذا كان تطور مهم ومن ثم تم التعامل مع العقوبات الواقعة على القصر باعتبارها من الجنيات التي تصل العقوبة فيها من سبع سنوات إلى إعدام طيب يعني بس عشان أفهم منك حالات الاقتصاب في المحاكم الأردنية 4% فقط اللي هي تم فيها تزويج المتصر لا 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 حالة لا 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 ستي الحالات كافة التي تشملها المادة 308 وهي 16 حالة من ضمنها المواقع الرضائية لمن هم قصر تم تطبيقها في واقع المحاكم الأردني بنسبة 4% فقط نعم طيب أما إذا أردنا أن نتحدث عن تضلي لا عشان بس نكون واضحين يعني مع الناس أنه هذه مش بس فقط المغتصبة أنه تتزوج مغتصبها لا تشمل أكثر من ذلك لا 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 هذه المادة لا تشمل فكرة المغتصبة التي تزوجت من مغتصبها ولذلك في بداية حديثي ذكرت أن هذا هو اللوغو الذي تم العمل على ترويجه لذلك أذكر أن حالات استخدام هذه المادة هي تشكل 4% أما عن المسألة بين الإلغاء والتعديل أو الإبقاء فهذه تسمل مجموعة تشريعات متكاملة يعني أقرب مثال إلى ذلك ما حدث في تونس تونس لغايات تنفيذ قانون مناهضة العنف ضد النساء استمرت مداولات برلمانية لمدة عام عدلت تونس النص المماثل لنص المادة 308 في تونس لهو نص المادة 227 من القانون التونسي لما هو عليه واقع الحال الآن في المملكة ودون القيام بأي تعديل وبالتالي أنا أعتقد أنه بتفهم تماما حماس الناشطين لحقوق المرأة والناشطين الاجتماعيين فيما يتعلق بالتقاط فكرة اللوغو ولكن على أرض الواقع وفي المحاكم الأردنية لا يحدث أن يتم استعمال هذه المادة لا بشكل كبير ولا يحدث فعليا حتى في الحالات الأربعة بالمئة على ما أعتقد أن يكون هناك اغتصاب بالعنف أو بالحيلة هي هذه المادة أحيانا تعالج حالات الرضا التي لا يتمكن فيها الأشخاص من الزواج بشكل طبيعي وأعتقد أن المنظومة التشريعية المتكاملة يجب أن تشمل سن الزواج في قانون الأحوال الشخصية الاعتراف بالحمد النووي لإثبات النسب في قانون الأحوال الشخصية معالجة حالات الإجهاد اتقاءا للعارف في قانون العقوبات الأردني وإدارة مراكز الإيواء نعم نحن بنشكرك على توضيح يعني مدى خلينا نقول التعقيدات اللي في هذا القانون والتفاصيل الموجودة فيه كانت معنا من عمان المحامية المتخصصة في الجنايات لين الخياط شكرا لك